في قاعة خدمة نصدع بالحقيقة هو يذر لي ما حبوش يقوله ما هوش خوف من الحقيقة بقدر ما يحبوش يقوله الحقيقة لأنه ما عندهمش مصلحة في أن تقال الحقيقة لأنهم كانوا جزء من الأزمة وجزء مما وقع لأنه إنسانك يكون أكتير معاك يكون فاعل سياسي في مرحلة من المراحل بقطع النظر على مدى مسؤوليته سواء 1% ولا 100% سواء كان لخذي القرار ولا لأطلق الرصاص في الأخر هم كل مسؤولين في الجانب هذا وللأسف ثلاثة ملفات أنا نعتبرهم تقريبا تم التضحية بيهم من أجل ملف آخر اللي هو ملف شهدوة جرحة الثورة ملف العدالة الانتقالية والملف الاقتصادي والاجتماعي والفساد الثلاثة ملفات هذون تم التضحية بيهم من أجل التموقع في الحكم والتمكين هذا اللي صار لأنه صارت مصالحات ما بين النظام القديم اللي صارت عليه الانتفاضة وصارت عليه الثورة وبين من أتى ليعوض هذا صارت صفقة لأنه بالفعل الرواية هذه الانهار 14 أمام حالة الفراغ وربما تفاجئوا البعض بتفاجئوا البعض سواء من الناس اللي كانوا في الحكم ولا من الناس اللي في المعارضة واللي بعد شدوا الحكم اتفاجئوا بغياب بن علي لأنه تقريبا إلا بعض الأقلية النادرة اللي كانت ربما مؤمنة اللي ثم إمكانية إسقاط النظام وثم إمكانية إسقاط رأس النظام هدايا وبقط إلى الأخر لحظة وهي تناظل من أجل الثورة وكانت نهار 13 جانفي وقت صارت المسرحية هذيك اللي موجودة وثم إمكانية متع تغيير وثم ناس للأسف نحكي فيه عليها ورضت بالجانب لا مش حتى كان خطاب وحتى البرنامج جنسار اللي حضر فيه فعالين سياسيين وباش نحكيه على مواقفهم كانوا راضين بصفقة سياسية مع ابن علي اللي يستمر في الحكم مع بعض الإصلاحات تم ناس في اللحظة هذيك كانت تبعث في إرساليات من الشباب الثوري الحقيقي اللي تم تهميشوا وتم العفس متاعه وكانت تبعث في إرساليات غدا سيكون الشارع هو الحكم هذي التناقض لذلك شنية صارت صارت صفقة بين النظام القديم المترنح الذي فر رأسه لكن بقي الجسد كامل لأنه رب كان بيرالية ما النظام بقى وبين المتكلمين باسم الثورة ومش بالضرورة يكونوا هما ثوريين صارت صفقة الصفقة هذية أعدمت فيها ثلاثة ملفات ملف شهداء جرحى الثورة ملف العدالة الانتقالية وملف الاقتصاد والاجتماعي لصالح تموقع صفقة تموقع في الحكم وهذيك تقريبا اللي قتلت أي إمكانية لثورة حقيقية وتم إجهاض الثورة بهذه الصفقة شكرا